اشتركوا في القناة اقصر قصة حزينة في اللعبة وفي عالم رديد رديمشين تو ورح نشوف سويا افضل مهمة جانبية في رديد رديمشين تو كلها قبل ما نبدأ في المقطع اتمنى انك تشترك في القناة لو ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يجي كل شي جديد عن القناة فيلا نخش في المقطع اولا هي احد المهمات الجانبية في الشابتر السادس واسم المهمة هي المحارب وفيها بكل بساطة رح تقابل محارب قديم في الجيش وهو فعلا يحتاج مساعدة سك الان تعالوا نشوف سويا محارب قديم في الجيش سأكون شكراً جداً سأقوم بذلك سوف تهدي الحصان وتروضه بعدها سوف تجيبه للمعارب تعالوا نشوف سوياً سوف تجيبه سوف تجيبه سوف تجيبه سوف تجيبه بعض الناس كيف تتحكي؟ في مرحلة كانت بسرعة حسناً لم أكن لديك أيضاً سوف تجيبه سوف تجيبه ومع ذلك سوف تقلق بسرعة أعتقد أنني جيد أعتقد أنه جيدا. نعم. أعتقد أنه. إذن، كيف حالك؟ بحقاً. أستطيع أن أستطيع أن أمت... أمتعي الأموال؟ أحب العارة. لم يكن أعطي أكثر من مطلقاً. بحقاً، لم أستطيع أي شيء لك معه. تعلم أنه بحقًا. تحبت بحقًا؟ تجد معي لدعاً. أعرف بعض المكان جيدة. أنا محارب جداً أنا جيد! فنحن نفعل بخير كابيني في المحارب شكراً أنت تركي بي أخرى سأعطي بلدك سأراك بجد هيميش سينكلير طبعا هيميش قل لنا تعالوا لبيتي لو كنتوا مهتمين برحلة صيد للأسماك وفعلا لما تجيه لبيت وبعد فترة رح يدور حوار بينكم تعالوا نسمع سويا هيميش آرثر اردت قلت أننا سنذهب للأسماك لا تأخذ الكثير للأسماك اتوقف لي لأذهب للأسماك اذهب للأسماك ها هي هل تفكرت روان؟ ماذا نقوم بمقرأة؟ فقط أحد شيء يقدم في هذا المحن الهيئ ممتلك هيا! نحن نحن! تباك! لا أعطي أنا أعطي ماذا أنت أعطي لقد قمتهم لنذهب هنا هنا أعطي 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 إنك تكتب أن أعطي أعطي لا أعطي منك أعطيه 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 شكرا لك أن أمي أعطي المؤسس أعطي المؤسس أعطيه 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 زي ما شفتوا تم الصيد بنجاح من قبل الأسطورة آرثر مورغين عموماً هيمش كان جداً جداً منبهر بقدراتك وقوتك لدرجة إنه يبغى يروح يصيد معاك حيوانات وفعلاً لما تجيه بعد 24 ساعة هذا اللي رح يصير هيمش آرثر أعطيه تقلق تقلق نحن نستطيع أن نذهب للحراء أعطيه أعطيه هناك هذا كبير يستطيعني أعطيه أعطيه لكن سأقلل أعطيه أعطيه سأقلقاً سأقلقاً ما تفعله؟ أعطيه أنا أعطيه أعطيه أصبح مددين أعطيه 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 ما سنحن هنا؟ نعم هي طبعا الان انت وهيمش راح تروحون للصيد فعلا وفي هذه المرة راح تكون ذئبة ضخمة زي ما شفنا طبعا المهمة سهلة راح تبحث عن الادلة والاثار والى اخره وفي اثناء البحث راح تطيح في فخ من الذئاب ورح يهاجمونك من جميع الاتجاهات ولحسن الحظ ارثر مورغن كان مستعد وقدر يكتلهم كلهم طبعا المحزمين هل بخير؟ نعم مجرد مجرد هل هم كلهم؟ هم كلهم؟ هم كلهم انظروا مجرد 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 هم نحصل هنا لتسلطت هل تجربت بعد مجرد؟ نعم 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 هل تجربت إلى المنزل؟ نعم مهلا نعم نعم امرأز سنشعر لن رأيك نعم اشترك شكرا جلد شكرا نعم هل تريدوني؟ هل تأتي بي شكرا لن توقف هناك شكرا 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 هاي ها هناك مبسوط شكرا انت اعطيتها شكرا أمش ع SER أمش آل أين أين officنا économique أريد للأمر أين هذه مجيده بعيث Shawn لعيث ع gå عزيززين أين في أترمي وجده مجرد و العمل وع بل Tillتائه ترMr. Bai فهأس لا يجب أن تتحرك أيضًا هناك أشخاص لا أشخاص هل تتحرك هذا؟ أحبًا 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 عنه أحبًا 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 بطريقة هنا وأحبًا أحبًا 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 نحبًا ماذا؟ الشيخ أحبًا أحبًا من أحبًا سترى بعض المطلق لكن لا أعتقد أنه ممكن لن نحن عليها حسنًا حقًا أحبًا أحبًا حسنًا أحبًا أقوم بطريقة طبعا الآن زي ما شفتوا قاعدين نلاحق خنزير ضخم جدا وانتوا بكرامة تلخيص الهرجة انت وهيمش سويا رح تلاحقون هذا الخنزير لكن في احد اوقاتها المهمة رح تنفصلون كل واحد رح يروح في اتجاه عشان يسهل عليكم انكم تصيدون الخنزير وفي اثناء البحث رح تسمع صوت هيمش يصرخ ويطلق النار بشكل عشوائي ولما تجي عنده رح تحصل المفاجأة المأساوية اشتركوا بعد وما تنفصل شخص يصف على سقها اشتركوا فيها جميع شعبين كنه هو ukرار يمكنك شعبين ولكنه يمي بحي صحيح أمش وذهب شعور نصرف بنا زي ما شفتوا للأسف خويا هيمش مات بطريقة سيئة جدا أبدا ما تناسبه طبعا هيمش أعطانا حصانه بيول لأنه خلاص هو يعني رح يموت والحصان ما رح يكون عنده أي أحد يعتني به من أفضل من آرثر مورغن أنه يعتني بهذا الحصان الأسطوري جدا وفعلا الحصان بيول رح يصبح ملك لك كل اللي عليك أنك توديه للإستبل وانتهى مبروك عليك هذا الحصان لكن للأسف زي ما شفتوا صديقنا الصدوق هيمش مات بطريقة سيئة جدا مات عن طريق خنزير كلب أنا شكلي بروح أتضارب مع روكستار يا الهبيين كل شخص نحبه كل شخص رهيب نتعلق بي يقتلونه بطريقة بشعة جدا سو نضارب الآن يا روكستار طيب هذا هو هيمش سينكلير وقصته مع آرثر مورغن صراحة قصته جدا جدا حزينة وجدا معبرة طيب يا الهبيين شاركونا آراءكم في خانة التعليقات عن قصة هيمش سينكلير الأسطورة طيب بكذا وصلنا معكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدة الآن ندمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر